خليكم معنا لأعرف شو هي الميس كونسبشنات تبعنا اليوم عهوى راديو سوريالي أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من برنامج ميس كونسبشن عهوى راديوكن السوريالي عما نحاول شوي شوي نرجع نروضش لنوصل للمصطلحات السياسية الكبيرة للبرنامج وبهالحلقة رح نحكي عن الدروس والتجارب السياسية بدك تجرب فينا انت ها؟ شو وسطك يا أخي؟ يشتهر بالثقافة السياسية العربية مصطلح التجربة السياسية والاستفادة من هذه التجارب السياسية عادة وقتبين قال الاستفادة من التجارب السياسية لازم لحالنا نصير نعرف انه بيقصدوا الاستفادة من العاطل من هذه التجربة آنفة الذكر وليس الاستفادة من الخير يلي فيها يعني على سبيل المثال الحصر الاستفادة من التجربة العراقية في السياسة والاقتتال الداخلي الاستفادة من التجربة اللبنانية في الحرب الأهلية أو التعلم من الدرس السوداني أو محاولة عدم صوملة القضية الفلانية أو عدم الانقياد وراء بلقنة القضايا العربية ومن هون منروح للثورات الملونة من البرتقالية للبنفسجية لك شاوة بقلبي شي حدا يجيب سيري تخلونا نتعلم الدرس الماليزي بالتطور الاقتصادي بدون ما يبقص في شي حدا ويجيب له سيري التأسيم أو حرب طائفية أو غيره من الدروس التانية ولوقتي كتير طويل كانت سوريا بعيدة كل البعد عن أي من هذه الدروس أو التجارب السياسية المذكورة يعني كنا جزيرة على كوكب تاني أزمة اقتصادية عالمية يا جربل ما يهزك ريح تسونامي ياباني تسونامي عسكري أنا مش داري عاصفة شمسية كأنك عكوكب تاني ما قلنا علاءة نحن نؤثر ولا نتأثر بالمحيط خلصي صغيرة يا كبير فشلت فشلت المؤامرة المؤامرة صغيرة وانت الكبير ولعيونك أبو ليش حطيت بيب على آخر وحدة؟ لك بالغلط خلصنا ماشي على كل حال مؤخرا فاتت سوريا على خارطة الدروس والتجارب السياسية وما تعلمت من الدرس اللبناني ولا كلمة ولا فهمت من الدرس العراقي ولا حرف ولا تربت من الدرس السوداني وكانت غايبة عن حصرة الدرس الصوماري وكل دروس المحيط العربي والإقليمي والدولي ما قدرنا نفهم منهم ولا شي ارتكب نظام الممانع عشيتنا مجمل الأغلاط يلي كاني حطى بافتتاحيات رؤساء تحرير نسخ الجرايد الثلاثة تشرين الثورة طيب هون ليش حطت النبيب بالغلط يا أخي والله بالغلط شبك بالغلط يا أخي والله يعيننا عليك بلى طول سيري نظام الممانعة والمقاومة والتحرير والتغيير رغم كل نصائح قدري جميل ودراسته المعمقة بقضايا البوسنة والهرسك فشل بفهم اللعبة الدولية ودروس الأورو أو سطحية ووصلنا لمعادلة ما حدا بيعرف شو هي ومشان هيك صار في شي اسمه الدرس السوري أو التجربة السورية بالسياسة وصار بينضرب فينا المسأل الله وكيلكم يعني اليوم بمصر صاروا المصريين يقولوا لبعضهم احذروا من التقربة السورية لك حتى اللبنانيين الي مع سياسة النائب النفس تبعون وتجارب الحرب الطائفية صاروا يخافوا من الدرس السوري السودان بخطاب لمدير مؤسسة الأقطان حذر من التجربة السورية وهيك صرنا مضرب للمثل بالتجربة السياسية وبعد ما كانوا يخافوا من صوملة القضية السورية صاروا يخافوا من سورنة القضية الصومالية خلصيت فشلت شو هي شلون قبل ما أخلص من هذا القسم بس بدي أذكر بجملة آلة معاتير محمد بماليزيا عندما أصلي أتوجه إلى مكة وعندما أريد التخطيط أتوجه إلى توكيو هيك بتكون الاستفادة من الدروس والتجارب السياسية برجع لكم بعض الفاصل والإعلان السورية عقب هذا مرادي تعلن الجبهة العامة للسياسة والخضار والفواكه والمقاومة السورية عن تقديم دروس في عدم الخوض في التجربة السورية كما تقدم كراسات جديدة تشرح فيها طريقة إدخال التنظيمات الإسلامية لأي دولة عبر الحدود الرسمية بدون جمارك دروسنا مخفضة ونمنح كل الدول المشاركة منحة إعادة أحد اللاجئين من دول اللجوء إلى واحدة من أفرعنا الأمنية المنتشرة في كل القطر الجبهة العامة للسياسة والخضار والفواكه أضحك على عقلك على قلبك أضحك على غشك على كذبك أضحك وبعد أنت وحبك يكفي حركت عصابي بهذا الحب حب إلعب على حالك وأحوالك إلعب واشتري راحة بالك إلعب وتباهى بجمالك خليك أنت بدرب وأنا في درب أضحك على عقلك على قلبك أضحك على غشك على كذبك أضحك وبعد أنت وحبك يكفي حركت عصابي بهذا الحب حب إلعب على حالك وأحوالك إلعب واشتري راحة بالك إلعب وتباهى بجمالك خليك أنت بدرب وأنا في درب موسيقى 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 رجعتلكم على السريع وهي هي موسيقى 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 تجربة السورية منقلة كتاس بتقناح لوبو؟ الدرس السوري يكمن في مقاومة الذات التجربة السورية منقلك أخي بتقلي ضربه الدرس السوري تعلم العصي على جنابه من الدرس السوري النظام السوري معلم جيد جدا لأنه المعارضة تعلمت أسوأ شي منه وعلى ماته كله عشرات التجربة السورية ظلينا خايفين من المجهول حاليا المجهول خايف من التجربة السورية بالمدرس السورية من كتر ما كذبوا الطلاب على الأنس بالفوتي على الحمام صار كل الصف شخاخ إذا بيستفيد السوريين من التجربة المصرية بالإخوان وبالنظام بيحفظوا المثال الآتي يلي بيجرب مجرب بيكون عقله مخرب بالتجربة السورية الراعي الكذاب هاجم مع الذئاب ونازل أكل بها الشعب على فكرة هاي مو تجربة سياسية وهذا مو درس بالسياسة خدوا مني هالكلمة ولهون أنا بكون خلصت حلقتنا لليوم من ميس كونسيشن الراديو مكمل مع أغاني وبرامج أكتر وأكتر وأكتر خليكنوا مولفين عراديوكن راديو سوريالي يلي بولف على يلي بتحبوه وأنا بتسمعوني الحلقة الجاي باي موسيقى 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 موسيقى